مشاهدين وزي ما وعدنا حضراتكم ان احنا نسا مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 في تغطية خاصة جدا من داخل فعليات المعرض معاكم ومعانا دلوقتي الاستاذ هشام السنجاري وهو مدير ادارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي مساء الخير استاذ هشام مساء نوريا فاند اهلا بحضرتك ومبروك على المعرض ومبروك على المشروع الوطني للقراءة يهمني اوي ان انا احاول على قد ما نقدر نظهر للمشاهد او نلقل للمشاهد بالزبط ايه هو المشروع الوطني للقراءة طيب هو المشروع الوطني للقراءة احد مشروعات مؤسسة البحث العلمي في دولة الامارات العربية بتعمله في مجموعة من الدول بدأت بمصر بعنوان مصر بألوان المعرفة بالتنصيق مع مجموعة وزارات منها التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي الأزهر الشريف الشباب والرياضة مشروعنا بيتوافق مع رؤية مصر 2030 مع رؤية ورسالة هذه الوزارات ما هو المشروع ايه هو المشروع بالزبط ايه تفاصيله اربع ابعاد بعد اول مسمى بالطالب المثقف نعني به طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي من الصف الاول الابتدائي حتى الثالث السنوي وبعد ثاني مسمى بالقارئ الماسي طلاب الجامعات والدراسات العليا وبعد ثالث مسمى بالمعلم المثقف معلمي الطلبة من الصف الاول الابتدائي وحتى الثالث السنوي الفئات التلاتة دولة ايه فكرة المشروع او بيتنافسه في ايه في القراءة في قراءة 30 كتاب مناسبة للمستوى العمري والثقافي للمتقدم ماذا تعني هذه العبارة اذا كان عندي طالب في الصف الاول الابتدائي وطالب في الصف الاول السنوي هل منطقي ان اتوقع مخرج واحد من الاتنين اكيد لا عشان كده في الطالب المثقف موجود من اولى الى ثالثة ابتدائي فئة اولى من ربع الى ستة ابتدائي فئة تانية المرحلة الاعدادية فئة والسنوية فئة طبعا اكيد لبعض المستوى العمري بالنسبة للقارئ الماسي طبعا ده طالب الجامعة دي فئة واحد بالنسبة للمعلم المثقف ايضا نفس الكلام طريقة الاشتراك هم بيتنافسه في قراءة 30 كتاب لكن يسجل ازاي في المشروع بالنسبة للطالب المثقف بيسجل عن طريق مدرسته اخصائي المكتبة بيعبر الطالب عن رغبته في الاشتراك وبيبتدي يشترك بيسجل الاشتراك وبيبتدي يلخص يقرأ ويلخص الكتب من خلال شيء بيسمى مدونات الانجاز زي النوت صغيرة كده 30 صفحة كل صفحة لي بيحصلوا تحكيم مدرسة عشان يطلعوا الاوائل لتصعيدهم للادارة ثم المدرية وهكذا نفس الحكاية في الجامعة بس التسجيل في الجامعة الجامعية او المعلم المثقف عن طريق موقع المشروع الفئة دي لها الامكانية دي تقدر تعمل ده ايه وبيلخص ايضا عن طريق المشروع مراحل تصفياتهم الكلية ثم الجامعة او الادارة التعليمية ثم المدرية اللي هي المحافظة ثم الجمهورية ايه الجوائز اللي ممكن تكون موجودة نتاج هذا المشروع في رأيه واعتقد في رأي حضرتك القراءة الوحدها جايزة اكيد لكن عايزين نحفزهم عايزين نشجعهم جوائز المشروع تبدأ لكل بعد بجايزة مالية قدرها مليون جنيه وتتدرج الى ان تصل الى خمسين الف جنيه في الطالب المثقف ومئة الف جنيه في المعلم المثقف او القارق الماسي هذا العام هو الدورة الثالثة تم العام الاول عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين عشرين اثنين وعشرين كان العام التاني وهذا هو العام التالت كمان الاربعين الفائزين اللي هم عشرين بالنسبة للطالب المثقف وعشر للمعلم المثقف وعشر للقارق احنا لدينا لفظ جميل قوي ليهم بنسميهم سفراء المشروع الوطني للقراءة حضرتك امبارح بالامس كانوا موجودين عندنا هنا وعلى مدار ايام المعرض هم اللي بيشرحوا لزوار المعرض فكرة المشروع الوطني للقراءة عشان كده مؤسسة البحث العلمي بتعتبد ان الصف بتاعها زاد تمانين مشارك اللي هم نتاج اربعين في العام الاول واربعين في العام التاني اضافة الى الجوائز المالية مؤسسة البحث العلمي بتنظم رحلة سنوية للفائزين الى اعلى مكتبية العالم رحلات ثقافية مغطاب الكامل من مؤسسة البحث العلمي لان ابنائنا وزملائنا الفائزين زي ما قلت حالك كده اصبحهم سطف موجود في مؤسسة البحث العلمي الاختلاف اللي حضرتكم مقدمينه في الدورة الثالثة للمشروع ايه الجديد في الدورة الثالثة؟ في الدورة الثالثة احنا دائما وابدا في كل دورة بنحاول نطور انفسنا فكرة المشروع هي هي بس ازاي نعملها يعني على سبيل المثال كنا في التصفيات المعلم المثقف كان بيبقى عندنا معلم كل مدرسة بتعمل تصفيات وبترشح معلم الفكرة كانت ظلمة الى حد كبير بالنسبة للمستوى المدرسة فقلنا لا احنا بالنسبة لنا ممكن اكثر من معلم يتقدم الى الادارة والادارة تصفي عشان بدلا ما ترشح واحد ترشح اتنين ايضا بالنسبة لنا فيه نوعية الكتب احنا فتحين نوعية الكتب يقرأ ما يقرأه بنويسر الامور من خلال منصتنا الالكترونية لو حاب يقرأ كتاب الكتروني لا نضع له قيد بمجموعة من الكتب فقط يختار منها احنا بنقوله اقرأ الكتب اللي حاببها فقط راعي التنوع اكثر من مجال فبالنسبة للقارئ الماسي او المعلم المثقف بنقوله خمس مجالات نسبة للطالب المثقف تتدرج من اثنين الى خمس المشروع برعاية مصر دبي وعايزة اعرف ايه اللي بتقدمه مصر و ايه اللي بتقدمه دبي وازاي تم الاتفاق على المشروع الوطني للقراءة طبعا المشروع الرعاية المالية لمؤسسة البحث العلمي ولكن التعاون دائم بين مؤسسة البحث العلمي وشركائها في جمهورية مصر العربية من الوظهرات المختلفة ازاي تم التعامل هو مؤسسة البحث العلمي هي اكثر من تعامل سابق مع جمهورية مصر العربية لان هذه المؤسسة اخذت على عاتقها منذ ما يزيد عن 20 سنة المشروعات المتعلقة بالقراءة فحصل التواصل مع هذه الوزارات وبناء عليه هذا المشروع معاما في كل المدارس في كل الكليات لدينا بعض اخر اسم المؤسسات التنويرية موجود من خلال مؤسسات المجتمع المدني المدارس ممكن دار نشر قناة اعلامية بس دا مش هيبقى في قراءة 30 كتاب هيبقى في مشاركتنا الهدف ايه اذا فورد ان قناة اعلامية بتشارك الهدف معنا بتعمل مسابقات بتعمل برامج تدعم القراءة تدخل برضو عن طريق الموقع وما شابه مش هتقول على حضرتك اكتر من كده وبتمنى لكم التوفيق لسه يوم طويل نعرف عندكم ندوات بشكرك على ظهورك معنا على شاشة يحكى انه ودايما متابعين المشروع خطوة بخطوة شكرا جزيلا لحضرتك والسادة المشاهدين وبدعوا الجميع لزيارة معرض القاهرة الدولي الكتاب ما زالت الفرصة موجودة حتى يوم الاثنين ستة فبراير يريد كلنا نكون متواجدين ونشوف مدى التنوع والاطلاع على ثقافات العالم شكرا لحضرتك برسيح فاندم شكرا شكرا